ونستقبل من تونس السيدة شهرزاد عكاشا المحللة السياسية. أهلا بك أستاذة شهرزاد. بداية يبدو أن معظم الكتل التونسية والأحزاب قد حسمت موقفها. لأنها لا تريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وستمرر حكومة السيد الأمشيشي. هل يمكن أن ننتظر مفاجأة بداية هذا اليوم؟ أم من الأمر محسوم؟ الكل يريد أو لا يريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ هذا ما يروج في أروقة السياسة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. الرئيس هو الذي لا يريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة. لأن القانون الانتخابي الحالي أو المنظومة الانتخابية الحالية سوف يعني تعطي نتائج قد لا يريدها الرئيس. وهو تحافظ على حركة النهضة على أغلبياتها. ومن جهة أخرى سنجد حزب عبير موسي الدستوري الحر. هذان المكونان يختلف معهم الرئيس قد أقول جذريا مع عبير موسي. ولكن معركته مع الإسلاميين هي مجرد معركة محافظين بين بعضهم. وبالتالي فالمعركة مع حركة النهضة ليست معركة مبدئية. وهو ما تم اكتشافه مؤخرا في الـ 24 ساعة الأخيرة. فبقدر ما كان رئيس الدولة قيس سعيد في الفترة الماضية يهدد ويبرق ويرعد مراعنة أمس. إلا أنه قد قدم التنازلات وعرض على مكونات على الأحزاب الأربعة التي استقبلها يوم أمس. من بينها حركة النهضة أن يتم الإطاحة برئيس حكومة تصريف الأعمال حاليا رئيس ليس الفخفاخ. وتعويذه بشخصية أخرى مع الإبقاء على نفس الحكومة. لأن ذلك يرضي حركة النهضة. اليوم الرئيس قيس سعيد قد فوت على نفسه فرصة تاريخية. كانت حركة النهضة قد عزلت. فمد إليها الرئيس قيس سعيد اليوم توقى النجاة. فبعد أن كانت معزولة. بعد قرار. هذا الموقف ليس فقط من حركة النهضة. أستاذ شهرزاد أيضا حزب قلب تونس. في اجتماعه الأمس. وفي آخر لحظة أعطى الثقة لحكومة أو قرر بأنه سيعطي الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي. في أي أجواء يمكن الحديث أن الرئيس قيس سعيد يتحكم بالمشهد السياسي ككل داخل البلاد. يقال بأنه فرض شخصيات معينة على السيد المشيشي لتوزيرها. نعم. ما حصل سيدي الكريم هو أن قال قيس سعيد أنه سيعين حكومة كفاءات. ولكن ما راعنا إلا أن تم فرض بعض الأسماء التي لا يعترف لها بالكفاءة على سيد هشام المشيشي. مثلا في وزارة الثقافة قد أثار ذلك جدلا كبيرا. تواصلت سياسة الإملاءات. نحن تخلصنا من الأحزاب حتى نتخلص من سياسة الإملاءات. فما راعنا إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام إملاءات من نوع ثاني. المشيشي رفض وطلبت اختيار فريقه الحكومي بكل حرية بعيدا عن الأحزاب. ولكن كان ذلك مصدر إزعاج يبدو لأطراف في محيط الرئيس. بعد أن كانت حركة النهضة والأحزاب رافضة لمبدأ حكومة الكفاءات أصبحت اليوم تدعمها. لماذا؟ لأن الرئيس قد طلب منها إسقاط حكومة المشيشي يوم أمس. فبالتالي أصبحت المعركة اليوم معركة شخصية. ولم تعد معركة رئيس ذلك. ربما هذا الجدل الكبير الذي تحدثت عنه أستاذ شهرزاد فيما يتعلق بوزارة الثقافة. هناك كثير من الأسماء التي كانت مرشحة لهذا المنصب. ولكن هذه الحكومة الآن قدمها السيد هشام المشيشي إلى البرلمان. وربما تقول معظم التحليلات السياسية والمراقبين يتحدثون أن هذه الحكومة ستنال الثقة. إذا ما نالت الحكومة الثقة كما هو متوقع. نعم ستنال. مدى قدرة السيد هشام المشيشي على تنفيذ وعوده التي تحدث بها للناس. تحسين جودة الحياة. زيادة رواطب الموظفين. زيادة سعر صرف الدنار التونسي مقابل العمولات الأجنبية. هل الرجل سيكون قادر على تنفيذ هذه الوعود؟ قد يكون قادرا على ذلك إذا ما حافظ على حزامه البرلماني. لأنه كيف للحكومة أن تنجز؟ لا يمكن للحكومة أن تنجز. وهذا خطأ الرئيس قيس سعيد. لما اختار حكومة دون حزام برلماني. لا يمكن بأي حكومة أن تنجز شيئا دون برلمان. لأنه من سيمرر القرارات؟ ومن سيصادق على الميزانية؟ ومن سيكون قادرا على الميزانية؟ لا سيدي جامل المشيشي يملك هذا الحزام البرلماني. ولا الرئيس قيس سعيد أيضا يملك هذا الحزام. نجح المشيشي. نجح. الرئيس قيس سعيد لا يملك أي حزام. المشيشي قد ناجح ربما أو استفاد من رغبة قيس سعيد في الإمساك بكل شيء. بخيوط اللعبة. في حين أن صلاحياته لا تسمح. استفاد سيد هشام المشيشي من هذا الوضع. وقدر على أن يحظى بإجماع أو بتجمع. لعديد القوى البرلمانية الوازنة في البلاد. فينتظر اليوم أن تمر حكومة سيد هشام المشيشي بيمكن 130 صوتا أو 135. في حين أنه وقبل الجدل مع الرئيس قيس سعيد. كان للمشيشي بحسابي 87 صوت فقط. يعني لو واصل السيد هشام المشيشي في تمشي الرئيس قيس سعيد. الإنعزالي لكانت حكومته قد سقطت. ولكن أستاذة شهرزاد ستمر هذه الحكومة. ولكن السؤال الرئيسي. مدى قدرة هذه الحكومة. عذرا للمقاطعة. هل ستسمح هذه الأحزاب المتحكمة بالمشهد التونسي في البرلمان. بأن تمرر هذه الحكومة قوانينها ومشاريحها التي على أساسها تستطيع تنفيذ وعودها. قد تستطيع. قد تستطيع لسبب بسيط. ليس لأنها قادرة. وليس لأنها فيها مدعمة بكافآت. ولكن ستساعد. وأظن أن الأحزاب ستساعد سيد هشام المشيشي. لتحجيم طموح الرئيس قيس سعيد. الذي يبدو. وهو أستاذ القانون الدستوري. للأسف قد خرق الدستور. أو قد حاول خرق الدستور في عديد المناسبات. ثم أنظر سيد الكريم. سيد قيس سعيد ارتكب خطأا قاتلا جدا. إذ أنه فك العزلة. بعد أن تم عزل حركة الناظر. ووضعها في الزاوية. وحشها في الزاوية. وأصبحت في موقع ضعف كبير جدا. وكادت تشهد انقسامات علنية داخلها. أنقذها اليوم الرئيس قيس سعيد. عندما طلب إسقاط الحكومة. ووقتها التفت الأحزاب حول الحكومة. حول الحكومة. ورجعت حركة النهضة في موقع قوة شديدة. وصلت الفكرة شهرزاد عكاشة. المحللة السياسية. كنت معنا من تونس. شكرا جزيلا لك. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة